تحياتي معكم محمد عواد نقدم فيديو سريع عن رؤية فيتوريا مدرب النصر الجديد بالتعاون مع المدرج النصراوي على تويتر ممكن معظم معلومات حنحكيها معروفة بس نحاول نسردها ونركبها مع بعض بشان تصير الصورة شاملة عن المدرب الجديد خير نحكي في بداية كلاعب مسيرته عادية مسيرته كثير متدنية مش مشهور مش لاعب معروف ثم راح كتدريب تدرج بدأ مثل اي مدرب في البرتغال بفرق اصغر شباب ثم كبر اجت فرصة مع بعكوس موسم 1 اثبت على الشيء انه عنده شيء رعى فيتوريا قيمارش اثبت انه بقدر يدير مشروع بينفيكا هون بده مدرب يدير مشروع جابه بـ 2015 والمدرب مشى معاه بشكل جيد جاب بلقة بين دورك الموسم الأول والثاني ثم بالثالث الأمور نزلت وبالرابع بنعرف انه تمت ايقالته بالنسبة للخطة اللي بيلعبها هو بميل كثير لمشتقات 4-3-3 منشوفه بيلعب 4-3-3 ومنشوفه بيلعب 4-2-3-1 لما تكون ادوات متوفرة بس ايضا ظهر انه لعب 4-1-4-1 في ختام مسيرته مع بينفيكا ايضا ظهر بلعب 4-4-2 مع فيتوريا قيمارش وبالتالي هو مرن من حيث الشكل التكتيكي مرن حسب الموجودين وهون بده اوقف على شغلة حسب الموجودين مهم جدا بعد موسمين من النجاح مع بينفيكا وتحقيق تقريبا كل شيء في الدور المحلي اجوا بينفيكا واعوا كثير لعبين فكان في قناعة انه بينفيكا حيتراجع كثير كثير بس قدر فيتوريا انه يحافظ على شكل الفريق بشكل جيد وهون اصبحت سمعته معروفة انه المدرب اللي بيعرف يدير الادوات بيعرف يحط خطط ما بتعدابن على جدد اللاعبين ويمشي حاله في الموجود مدرب بيخلق اجواء ايجابية مدرب موسمه الاول دائما جيد هي اشياء مبشرة ممكن فيه شيء جمهور نصر اولها ما هيحبه الرجل صح بفوز صح ارقامه بتعكس نتائج هجومية صح بنفكة كقوة في البرتغال زي النصر بس بعد ما يتقدم مش المدرب بيظله هاجم تلقاه بيحاول يتحفظ بيحاول يسمح على الخصم يلعب عشان يضربه ويهزمه بيلعب على النتيجة قبل ما يلعب على الاداء وبالتالي مش كثير مقدس الاداء الجميل بقدر ما بيقدس النتيجة في البداية وهذا المهم زي ما بنعرف في كرة القدم بيحب رأس الحربة وبالتالي ايضا الحمد الله ممكن يكون له فرصة كبيرة معاه يسجل اكثر واكثر في فيتوريا فيه كثير اشياء ايجابية مسألة التحفظ مسألة مهمة له انه ما بيحبش اعمل مشاكل حتى ما انتقد ادارة بنفكة الا لما طلع وانتقد شعوره بالظلم منها هذا بيركز على اهدافه فيه مواصفات كثير ايجابية نستمع نشوفه